سيام حامدي، قبل أن نتحدث عن قبس، كلمة أخيرة التي نسمع فيها على الوطن القبلي، فهمها مافيا؟ ثم أكيد، ثم أزوز ممكناً في الدكومنتير إن شاء الله على مستوى النفاية السائلة، حكينا عليه خطف التكستيل مثلاً، ثم مشكلة زياداً تعكور على هيكل صلب المعنى المدولة ليهو لناس زياداً ممكن إزم سلطوا عليها الذوم، بالنسبة للمافيا الذين يظلون حتى التشريعات، إذا كان كان خلال هايكاليب، فكان نصور فوقها في مجلس النواب، أو حتى كوزارة بيئة، ممكن أن تغطع حلول تشريعية لتوقف تجاوزات كفاذية، ثم شبكة، ثم شبكة، أكيد، أكيد، نعرف القوانين في الوناس مسؤولين في الوناس مسؤولين في الحرس الوطن، ثم قوانين نعرف، ثم قوانين السوق موزيغ، ثم ناس مولد حامة أنتخابية في متعباء، في بعض المناطق، وانتخابات حتى بلدي، بطبيعة لتعمل قانون السوق موزيغ، يقول لك، خطينينا خمسة مليون، عشرة مليون، وكذا، نربح ملياراتي، وكذا، لذلك، ما هي بيانة دونسابو، المشكل الأساسي، نحب أن نعود إلى نوفيت، حكيت نوفيت، المشكل الأساسي، نحكي نحكي نشف الجوهر، نحكيها مثلاً بش نهزو، بش نردمو، ونزلنا في نفس الإكسبور متاع المشكلة، معناها في منزل الشيك، المشكل الأساسي، نوعية النوفيت هذي ينهزو فيها، حتى حتى لا ترحصوا، وحاجة أخرى، كعادلة بيئية، نسولنا حتى كونتون كالكونسوماتور مسؤول عن نوفيت، وننتجها في المنطقة، علش ممشيناش في الانتر كومينار، ونخلقوا موديل إيكوناميك، اللي هو ثلاثة بلدييات، ونخلقوا مشاريع صغيرة، ونثمنوا نوفيت، رغم ما زالت نتخلنا زاداً مشكل زاداً أخوة، ونفسروا الانتر كومينار، ومعناها مجمع متع بلدييات، يتلموا مع بعضهم، يعملوا كيما الجروب موديل إيكوناميك، باش ينجبوا يتصرفي أي موضوع، وكيفما ثم اللوبيات بالنسبة على في التماطن في الوطن؟ قبل الآن، هذا اللوبيات في النفايات، لنخلقنا، ممكن نتحمل مسؤوليتي فيها، اللي هي ما تساعدهاش، مثلاً، بش نمشيو في موديل كيف هذي، اللي تساعده هي تاخو، بالانفراك، تدفن، وتتجاوز، ونحن الدولة نزيد نخسره كمجموع متنائي، وروا أسمع نرجو حتى على الكلفة، روا ممكن، وليم روا كي نحكيوا على الكلفة، عشرين مليار من ديار، يزم ثم كلفة بيئي، 400 مليار، روا ثم كلفة بيئي، ثم كلفة حتى اقتصادية، كيف تلقى أنت بورج شاكير، مثلاً، قريب على عشرة كيلومتر من ويد مجرد، يأثر على منطقة فلاحية، بلانفراك، يجب أن نضعها في كوفهم، مجرد أن نضعها في كوفهم، معنى أبراسيوني، وليس نضعها في العملية، يجب أن نضعها في الكلفة، كما نعرفه الأمباكتريين، أمتع، أولي مرسي، لا تقال على ذلك، أولي، 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 بشكوص عليك، عندي مهم جداً، حكينا على قليب، حكينا على سفيقص، وحسين، بصراحة، أنا، أنا، من أهم الصور اللي هبطتها، وتشوفوها بعد، إذا كان على الفم تيفي، على اليوتيوب، ولا على الفيسبوك، وضعية عرفوها توينز، وضعية جيبس، صور، بالحق هو، اللي جلب تنتباهنا، مش بقولك تضحك، لكن، برابور اللي حكينا، الكل تظهروا، كان مسائل ثانوية، هي صور السلحفات البحرية، كيفاش ضرها، كي قداش مضرورة، والتن زادة، قداش مضرور من نفايات في مدينة جيبس، في كيلومتر، في كيلومتر، في كيلومتر، في كيلومتر، في كيلومتر برك، وين هذا؟ في شات السلام، في شات السلام، في ثلاثين سنوات الأخرانية، ثم يقارب خمسة مليون تن من الفوسفو جيبس، ورواكي نقول، فوسفو جيبس، كلمة ملطفة، لأنها مادة مشعة، ونطلق غاديوكتيفيتيرا، تشيرنوبيل، موجود في تونس، ورواكي تخرج، تحط إيدك، ومعناها حتى في الرمال، وذلك تجدون أشياء جيبس، ومعناها حاجة، تجدونهم حتى ثلاثة دقائق في يدك، يجب أن تحرق، وزيد على ذلك كل ما زادوا همش، الغرب شيميك، زادوا أناس، وليس كل يصب الغاديك، تمشي شوية تفوت الغنوش، تجدون مصب، فليور، فلاسة، الشاطئ من أجمل الشواطئ التونسية، فلاسة مزينة برش، فلقى فليور، فليور، حتى ممكن في الوثيقي، العبيد اللي قابلهم، كيف ما قلت لك، مرادة، ومشيت بعيون للعبيد، لو دخلت الفاميليا، نحكي مع رب عائلة، تحكي عبارة تحكي مع ميت، بوت وفا من الكونسير يا رحم، أمه مريضة بالفد، هو مريض بالفد، مرته، مريضة بالكونسير، وفي أستاذ فينا، وعنده زوز صغارة، وفاهم من هششة العيضان، تمشي أنت وزارة الصحة، تطلب رقم، ما ثم في أغلب الكوارث البيئة اللي عنا، وزارة الصحة، مهيش قايمة بوجبها، وما ثم حتى يتوى تثبت إلي ثم رابط بين الأمراض الموجودة، ما معناها في غنوش، ولا في شط السلام، ولا حتى في عقارب، ولا حتى في برشا بلايس، ومشكلة البيئية ذك، للتوضيح، منطقة جيبس، هذا اختيار دولة، صار في الأواخر استيناد، مع الحبيب أورقيبة، كان وقتها، الجروب شيميك، ما أعتبر، متنفس اقتصادي لتلك المدينة، اليوم، وصلنا الحل، المشكلة، بدون حل، لأنه ما فهماش بديل اقتصادي، ولو المجتمع المدني في جيبس، منقسم، ما ما نعرف، تبعت حتى المبادرات البرلمانية، والحكومة، فما نسكلك، ما تسكر ليش، أكبر كذبة، إنه الجروب شيميك في جيبس، هو متنفس اقتصادي، وبالأرقع مزد، جيبس، من اللي تعمل الجروب شيميك، عندك تراجع المردودية، بتاع قطاع السيد البحري، بنسبة 60 بالمئة، عندك تراجع مردودية القطاع الفلاحي، بنسبة 40 بالمئة، عندك السياحة، تراجعت بنسبة 100 بالمئة، وبالنسبة للجيبس، كما هو مردودية، بقدر يخدم جروب شيميك، يخدم في 3500 بطريقة مباشرة، وفي 1000 طريقة غير مباشرة، وجيبس هي عنها من أعلى معادلات البطلة في الجمهورية، لديهم 15% من جميل، يتظهر بالمعادل الوطني، بالوجهة مع المعادل الوطني، معنى أي قطاع المتحدث عن مؤقت لا يوجد، في أعلى معالج، من النفس الممارسات، ومن ممكن تقول ملعبات، التي تستمرت مضيفة من القطاع المعادل، من الحلول على الموافقة المجتمعية يحاولونه المنزل لحبيب لا يوجد كومنيكاسي عن المشروع جديد وواضح لا يوجد دراسة مؤثرات واضحة ويقسم منعبات في بعض لا يوجد خليل جروب شيميك حيث يوجد غنوش وتدوشات السلام يمشي وكثير قلش مظاهرة يمشي وكبيرية المظاهرة كما نقول أربعة من الناس أو خمسة من الناس يجب أن نخذوكم ودخلوكم ونحن حذائر وكذا وبعضوا بلوت معناها الدولة لا يوجد مستعرفة ما هي مزربة هجريم الدولة لا نحب قدح أو جرح يجب أن نتحدث عن حلول عندك كائن بحري تأثير حتى على مستوى تنوع البيلوجيك في جبس من 1965 كان عندك 250 كائن بحري 50 كائن بحري ثم رجل كبير قابلته في ديمة كل يوم ويقعد في البحر ويقعد في البحر ويقعد في البحر ويقف بلغتنا العمية قال لي قبل اللي يمشي يخدم في المجمع الكميائي ينضحكوا عليه كنا نسوره في نهار حوت قد شهرية في المجمع الكميائي ثم نصره أرثر حتى نسقط ويقعد في البحر ويقعد في البحر يجب أن ينفزوا بلغتهم ويقعد في البحر ثلاثة مرات يقعد في حالات اختناق كلها يمشي وحتى اكسيجين ما يلقاوش بشي يلقاوو اكسيجين الغديك في الوحي تعافش يكتبوه؟ يكتبوه؟ برض عندك برودة لباس عندك هذا وعمره مايربطها بالمجمع الكيميائي حاجة اخرى ضحكتني في النفس الشيخ هذيك قال وكي مرضت مرة في بالي مرض بالكورونا قال لك مشيتنا عدي فرحت لي مرض بالكورونا فمشي في بالي عندي كونسير بشتفى منتي العباد وينوصلوا معناها مصدومين بالكلام اللي تقول فيه كنا نحكيوه على الوطن القبلي لوبييت ومافييت خاصة شركة ماطن شركة خاصة شركة ليجور شركة خاصة هذي دولة جروب شيميك دولة